السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مجددا على قناتي ومع محور جديد محور كيف نطور أنفسنا نطور أنفسنا لكي نستمتع بحياتنا تجلس مع بعض الناس وعمره عشرون سنة فترى له أسلوبا ومنطقا وفكرا معينا ثم تجلس معه وعمره ثلاثون سنة فإذا قدراته هي هي لم يتطور فيه شيء بينما تجلس مع آخرين فتجدهم يستفيدون من حياتهم تجده كل يوم متطورا عن اليوم الذي قبله بل ما تمر ساعة إلا ارتفع بيها دينا أو دنيا إذا أردت أن تعرف أنواع الناس في ذلك فتعال نتأمل في أحوالهم واهتماماتهم القنوات الفضائية مثلا من الناس من يتابع ما ينمي فكره المعرفي ويطور ذكاءه ويستفيد من خبرات الآخرين من خلال متابعة الحوارات الهادفة يكتسب منها مهارات رائع في النقاش واللغة والفهم والسرعة البديهة والقدر على المناظر وأثاليب الإقناع ومن الناس من لا يكاد يفوته مسلسل يحكي قصة حب فاشلة أو مسرحية عاطفية أو فيلم خيالي مرعب من لقصة افترادية تافهة لا حقيقة لها تعال بالله عليك وانظر إلى حال الأول وحال الثاني بعد خمس سنوات أو عشر أيهما سيكون أكثر تطورا في مهاراته في القدرة على الاستيعاب في سعة التقافة في القدرة على الإقناع في أسلوب التعامل مع الأحداث لا شك أنه الأول بل تجد أسلوب الأول مختلفا فاستشهاداته بنصوص شرعية أو أرقام أو حقائق أما التاني فاستشهاداتي بأقوال الممثلين والمغنين حتى قال أحدهم يوما في معرض كلامه والله يقول اسعى يا عبدي وأنا أسعى معاك فنبهناه إلا أن هذه ليست آية فتغير وجهه وسكت ثم تأملت العبارة فإذا الذي ذكره هو مثل مصري انطبع في دهنه في إحدى المسلسلات نعم كل إناء بما فيه ينضح بل تعال إلى جانب آخر في قراءة الصحف والمجلات كم هم أولئك الذين يهتمون بقراءة الأخبار المفيدة والمعلومات النافعة التي تساعد على تطوير الدات وتنمية المهارات وزيادة المعارف بينما كم الذين لا يكادون يلتفتون إلى غير الصفحات الرياضية والفنية حتى صارت الجرائد تتنافس في تكثير الصفحات الرياضية والفنية على حساب غيرها قل مثل ذلك في مجالسنا التي نجلسها وأوقاتنا التي نصرفها فأنت إذا أردت أن تكون رأسا لاذيلا احرز على تتبع المهارات أينما كانت درب نفسك عليها كان عبد الله رجلا متحمسا لكنه تنقصه بعد المهارات خرج يوما من بيته إلى المسجد ليصلي الظهرة يسوقه الحرس على الصلاة ويدفعه تعظيمه للدين كان يحث خطاه خوفا من أن تقام الصلاة قبل وصوله إلى المسجد مر أثناء الطريق بنخلة في أعلاها رجل بلباس مهنته يشغل بإصلاح التمر عجب عبد الله من هذا الذي مهتم بالصلاة وكأنه ما سمع آذانا ولا ينتظر إقامة فصاح به غاضبا انزل للصلاة فقال الرجل بكل برود طيب طيب فقال عجل فصرخ الرجل ثم انتزع عسيبا من النخل ونزل ليفلق به رأسه غطى عبد الله وجهه بطرف غطرته لإلا يعرفه وانطلق يعدو إلى المسجد نزل الرجل من النخلة غاضبا ومضى إلى بيته وصلى وارتاح قليلا ثم خرج إلى نخلته ليكمل عمله دخل وقت العصر وخرج عبد الله إلى المسجد مر بالنخلة فإذا الرجل فوقها فغير أسلوب تعامله معه قال السلام عليكم كيف الحال قال الحمد لله بخير قال بشر كيف الثمر هذه السنة الحمد لله قال عبد الله الله يوفقك ويرزقك ويوسع عليك ولا يحرمك أجر عملك وكدك لولادك ابتهج الرجل لدهاد الدعاء فأمن على الدعاء وشكر فقال عبد الله لكن يبدو أنك لشدة شغالك لم تنتبه إلى أذن العصر قد أدن العصر والإقامة قريبة فلعلك تنزل لترتاح وتدرك الصلاة وبعد الصلاة أكمل عملك الله يحفظك عليك صحتك فقال الرجل إن شاء الله إن شاء الله وبدأ ينزل برفق ثم أقبل على عبد الله وصافحه بحرارة وقال أشكرك على هذه الأخلاق الرائعة أما الذي مر به الظهر فياليتني أراه لأعلمه السبب إذن استنتجنا من هذه العبرة أن مهاراتك في التعامل مع الآخرين على أساسها تتحدث طريقة تعامل الناس معك إذن كلما تعاملت جيدا مع الناس فردهم سيكون جميلا ويكون بنفس الأسلوب الذي عملت إذا عملته تعاملا جميل سيكون رده جميل وإذا قلت كلاما سيئا فكذلك هو سيجيبك بطريقة سيئة لن ترضيك أبدا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي من هذا الفيديو الذي بعنوان طور نفسك من كتاب استمتع بحياتك لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي شكرا جزيلا على الاستماع إذا أعجبكم هذا الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة والضغط على لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لدعمي شكرا جزيلا مع السلامة